اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل حواري موصول مع الكاتب الكبير استاذ مكرم محمد احمد سألته قبل الفاصل عن الدلالة اللي كان يقصدها من التصريح اللي قاله صباح اليوم تعليقا عن انتخابات صحفيين باننا في حاجة الى نقيب مهني صحفي متبرس يعرف كيف يدير النقابة ولسنا في حاجة الى ناشط سياسي او مناضل سياسي انا قلت ناشط سياسي ما قلتش محنش في حاجة الى مناضلين وقلت لان وانا بعتقد ده حقيقي انا قلت ان احنا لو جبنا صحفيين مهنيين جيدين انا على يقين من انه المهن الجيد سوف يكون القابل جيد وسوف يكون ايضا سياسي جيد لانه لديه شيء يحرص عليه لديه مهنته هو جاي كله ده وفعه الاقتقاء بهذه المهنة وتحسينها وتحسين ظروف الصحفيين لانه فكرة انك انت تبقى ناشط سياسي شغال لفكرة حزبية او حتى لفكرة ايديولوجية او لاتجاه عام ده في النهاية يعني بيقدي الى تمزق العمل النقابي وشوفنا زي ما قلت في الفقهة الاولى ماذا حدث لكافة النقابات المهنة في مصر طب هو لو سمحتنا يا سيد مكرم هو منصب النقيب اي يعني لو قلنا حاجة شبه يعني احنا دايما بنتكلم على منصب الوزير مثلا اي وبنقول انه هو منصب سياسي اكثر منه منصب فني اي ده وزير الحكومة مزبوط ايه اختلاف منصب النقيب عن منصب الوزير رقم اتنين هل فكرة انه هو صحفي جيد ولا لازم يبقى عنده كمان شيء من علم الادارة لانه في النهاية بيدير مؤسسة يعني في النهاية برضه هذا انه 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 انا ما قلتش او ما حبش ان يبقى فيه نقيب للصحفيين غير سياسي لا اه انما بقول ان المهنية تسبق اولا الانتماء السياسي طبعا مهنته قبل حزبه وبالتالي ليه لانه انت في الحزب تدعو الى فكرة معينة لصالح مجموعة معينة ها لهدف واضح ومحدد انك انت تأتي الى الحكم كويس في النقابة انت مطلوب منك ان تجمع ناس بتشتغل في عدد مختلف من الصحف المتباينة جات الاتجاهات المختلفة وهم انفسهم الصحفيين من المؤكد انهم ينتموا الى تيارات وابكار وربما احزاب مختلفة صحيح جاء متوسط هذا الجمع المتغير هو سيادتك يا سيادت النقيب انك انت ها تعرف كيف تصنع من هذا الاختلاف وحده وبالتالي انت تركيزك على المشترك تركيزك على القواسم الاساسية اللي موجودة ايه القواسم الاساسية اللي موجودة في المهنة الان احساس بان المهنة تذهب الى حائط مسجود احساس بانه اوضاع الصحفي الاقتصادية ليست جيدة احساس بانه كل صحفي وده صحيح بقى انه لا يحس الامن تحدى ان يكون لا يحس ايه الامن الامن اه مش عارف اذا كان الجرنان هيرلق بكرة مش عارف اذا كان هيقبض الشهر ده ولا مش هيقبض الشهر ده مش عارف اذا كان هيوم نعمل كتابة او مش هيوم نعمل كتابة او يعني مجموعة من الهواجس يعيش فيها الصحف المصري لغياب الاستقرار في داخل المؤسسات باكماله او الصحف القومية لديها مشاكل تتعلق بها ياكلها المادية المختلفة فيها زحام سكاني شديد او ها وما فيهاش ضبط اداري جيد ها يمكنها من استغلال ها الامكانات الموجودة بحيث تقدر تغطي نفاقات تمام اكبر المؤسسات الصحفية التي كانت تحقق مكسب ضغم المهارة متأسف يعني انه مديونة ها مديونة وربما بعض هذه المؤسسات تمودة تسأل الحكومة العاون طب انت بتسأل الحكومة العاون وعاوز الاستقرار يعني صحيح انت 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 تسأل الحكومة ان هي تدي لك المعاشات ها وتدي لك كل حاجة ها وتعتبر نفسك انه طب وليه هلا طب هذه المؤسسات لو احسن ادارتها بكافة امكاناتها وعاواناتها الدولة وعاواناتها الدولة يمكن بالفعل انها تغطي تكاليفها ويمكن ان تتعاول الى مؤسسات خبيعة واذا كانت المؤسسات الصحفية من الصحية هتعيش على عالة على الدولة بهذه الصورة الموجودة انا بقول مفيش مستقبل اكتر من اربع مؤسسات بتقبل مرتبتها كاملة طيب كاملة مفهوم من الدولة طيب عشان اشتركوا في القناة